جهاز مكافحة الإرهاب اليوم هو الذي قام بعمليات تفتيش على السجون العراقية يعني عادة معروف أن هذه العملية عملية التفتيش هي من واجبات وزارة العدل وليس جهاز مكافحة الإرهاب باعتقادك لماذا تدخل في عملية التفتيش جهاز مكافحة الإرهاب؟ حول سؤالك أنا أعتقد أن هناك معلومات قد وصلت إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ربما قد ينوي بعض السجناء بالتعاون مع معلومات قد وصلتهم وهي معلومات دقيقة ربما هناك من سيقود عملية انقلابية وبالتالي ربما سيكسرون طوق السجون ويخرجون كما حصل في الحسكة أنا أعتقد أيضا أن عملية التفتيش السجون التي قادها جهاز مكافحة الإرهاب هي إيصال رسالة إلى الإرهابيين في الخارج نحن الذين نقود الأعمليات وكما قاتلناكم في عام 2015 وعام 2016 وأنهينا دولتكم المزعومة نحن اليوم مستعدون لمواجهتكم عسكريا وأمنيا واستخباراتيا لا